اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع صحيفة النهارة اللبنانية التي ركزت في عنوانها الأول على الشأن الداخلي ربط نزاع في عكار ورويس تحت الرقبة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان من عمشيت للمشككين لا تراجع توافق أوروبي على تجديد العقوبات على دمشق جراح فرنسي يؤكد تزايد أعداد المجاهدين في حلب أما فلسطينيا فعنونات عباس الانتخابات شرط للمصلحة حماس تصريحته تدمر التوافق الوطني وفي صحيفة الوطن السورية نقرأ الجيش يمشط التضامن والحياة إلى طبيعتها في الغوطة وقدسية تحافظ على الهدنة مفتي سوريا الشيخ أحمد حسون يعملون على تفتيت سوريا لإقامة دول دينية تبرر الدولة اليهودية مبادرة روسية في مجلس الأمن لتصديق على اتفاق جونيف وكلينتون تريد عقوبات ونقرأ أيضا دعوة من موالين ومعارضين للاعتصام للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار البحرين تحيل الوفاق على النيابة العامة وتستعين بقوات أهل سعود لقمع الاحتجاجات وإلى مصر مع صحيفة الجمهورية مقتل 22 متهما والقبض على 28 في المرحلة الأولى للعملية سيناء تحليل عظام مرتكبي حادث رفح الأمل الأخير لتحديد شخصياتهم الجنات سبعة ذكور يرتدون زيا عسكريا فلسطينيا أما في صحيفة الرأي الكويتية فجاء فيها أجزاء من قصة مقتل بن لادن 15 دقيقة كانت كافية ليلبس سترته الانتحارية أو ببساطة ليحضر سلاحه 275 ملفا للبدون أمام مجلس الوزراء والختام مع صحيفة الثورة اليمنية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الأمم المتحدة لن تتردد بفرض عقوبات على من يعرق العملية التسوية العسكرية تقر عقوبات رادعة ضد مخربين نفط والغاز والسلطة الفلسطينية تستغيث بالدول العربية الصوماليون بانتظار تسميته رئيسهم الجديد غدا بهذا العنوان نصل إلى الختام عودة إليك كمال زهراء شكرا إذن مشاهدين كان هذا العرض لعنوين الصحف التي صدرت هذا الصباح أستاذ طارق نبدأ بالملاحظات على هذه العنوان نبدأ من لبنان أولا موقف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان من قضية ميشيل اسماحة وقال أنه لم ولم لن يغير موقفه من القضية وما قاله للوفد السوري في قمة عدم من الانحياز كان ما قاله في بداية هذه القضية في الواقع أن موقف الرئيس رئيس الجمهورية أثار الكثير من الاتباسات في الداخل اللبناني وهناك من يعتقد أن قضية ميشيل اسماحة تشبه ربما يسمى ووتر جيت اسماحة بالمعنى أن هناك من يحاول استغلال هذه القضية لأخذها إلى مصارات استراتيجية يأخذ على أساسها منطلقات سياسية لها علاقة مباشرة بالعلاقات السورية اللبنانية من هنا تندرج المواقف المتسائلة حول حقيقة موقف الرئيس اسماحة هل هو يأتي ضمن هذا الصياق السيناريو الذي يهدف مستقبلا في إطار تفكيك العلاقات اللبنانية السورية أم أنه يأتي في إطار مسؤولية رئيس الجمهورية يحاول هل يواجه أستاذ طارق رئيس الجمهورية اللبنانية ضغوطات من القوى السياسية لاتخاذ موقف معين على خلفية قضية ميشيل اسماحة يجب أن نفرق إذا كانت تناقض ضغوطات مسألة وإذا كان هو مقتنع في هذه المسألة قضية أخرى كيف تراها أنت أعتقد أنه يأخذ منحة حاليا وسطيا ما بين أن يكون مقتنعا في هذه القضية أو أنه يتعرض للضغوط وبالتالي هو يحاول أن يؤكد أنه رئيس أنه رئيس الجمهورية له مواقف حاسمة في هذه المرحلة طبعا من خلال التأييد اللطلق له من قوة 14 أذار وتأكيده على علاقات القوية مع الأجهزة الأمنية التابعة لشعبة المعلومات هذا يثير التساؤلات في الطرف الآخر عند 14 أطماني أذار حينما يشككون في هذه المواقف وربما لهم الحق لأنه على رئيس الجمهورية أن يكون حياديا في هذه المسألة هذا لبنانيا أستاذ طارق إبراهيم بالنسبة عربيا ونبدأ من سوريا والعنوان الذي أوردته صحيفة الوطن السورية حول تزايد أعداد المجاهدين في سوريا وشهاد الطبيب جراح فرنسي هذه المرة هذه ليست ربما الشهادة الأولى من غربيين زاروا تلك المنطقة ولكن هناك تأكيد على هذا الموضوع من أكثر من شاهد لمن يزور تلك المناطق حلب والمناطق الشمالية المتاخمة للحدود التركية وأيضا المتاخمة للحدود اللبناني هذه الظاهرة ما هي انعكاساتها على الوضع السوري على الأزمة السورية أولا وأيضا على المنطقة برمتها أنت تزرع أو تضع أو هناك رحيل لتنظيم القاعدة من أماكن مختلفة من العالم إلى هنا سوريا إلى هذه الحدود لبنان إلى هذه المنطقة في الواقع أنه يجب التوقف عند تأكيد ما هو مؤكد يعني لسنا بحاجة إلى شهادة طبيب فرنسي هناك هناك تأكيد يعني من دول الراعية للإرهاب في سوريا أنها فعلا ترسل القاعدة تحت أسماء مختلفة ولا يجب أن توقف عند مسمى القاعدة هناك أسماء كثيرة لها علاقة بالقاعدة وهناك نيو قاعدة في سوريا تأخذ بعين الاعتبار أنها قد أصيبت بنكسات في العراق وفي أفغانستان حاليا نيو قاعدة في سوريا هي مزيج من علاقات دولية وعربية وإسلامية لتشكيل قاعدة عسكرية في مواجهة النظام السوري خطورة هذا على الساحة السورية تأتي في سياق ما تقوله القاعدة أن سوريا تحولت إلى أرض الجهات هنا السؤال أستاذ طارق كيف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يدعمون القاعدة في سوريا وهم يعرفون أن لوجود القاعدة في هذه المنطقة نتائج كارثية هذه مسألة على العرب أن يقرأ عندما اتفق الأمريكيون ولو عدنا إلى تركي الفيسر مسؤول المخابرات السعودية كيف تحدث عن المجاهدين عندما تم إرسالهم إلى أفغانستان بعد توقيع اتفائية كام ديفيد بين مصر والعدو الإسرائيلي كانوا دائما أكد أن هناك حصل اتفاقات بين مصر والأردن ودول المجلس ودول الخليج وأمريكا وقالوا يجب نقل النقمة الإسلامية السنية من مصر ضد التفخيط كام ديفيد إلى الشيوعية في أفغانستان حاليا القاعدة هي إطاف المصالح المشترقة في المنطقة وليس أنهم لا يعملون لبناء تنظيم دولة القاعدة في سوريا لكنهم يستعينون بالقاعدة لتدمير النظام السوري في إطار الخدمات المشترقة استراتيجية طيب من العنوين أيضا كان عنوان لافت وهو عنوان صحيفة الوطن أيضا التي قالت بأنها أو نقلت عن مصادر لبنانية تأكيدها بأن هناك معسكرات لتدريب هؤلاء المجاهدين بين قوسين في الأراضي اللبنانية وفي مزارع تابعة لتيار المستقبل ويشرف عليها النائب خالد الظهر هذا الكلام في أي إطار يمكن أن نضعه لبنانيا يعني هل هو في إطار المناكفة السياسية لماذا لا يأخذ على محمل الجد من قبل الدولة اللبنانية من التحرك المطلوب وبرسم من مثل هذا الكلام هذا كمان أيضا ليس أول مرة يقال أن هناك تدريب أو تمويل أو دعم أو إيصال تمويل عبر الأراضي اللبنانية إلى سوريا سيد هذه المسألة خطيرة في لبنان أنا أعتقد أن الدولة اللبنانية لم تعد بإستطاعتها أن تؤثر على مجرى الأحداث في الشمال للأسف هناك من يحاول في لبنان أن يقول كما كان الجنوب أرضا للمقاومة ضد العدو الإسرائيلي وأن الدولة لم تكن قادرة على فعل شيء الآن الشمال تحول إلى أرض مقاومة النظام السوري دون أن تقدم الدولة على عمل الخوف كل الخوف في ذلك هناك هناك إسرائيل عدو للدولة اللبنانية رسميا وهنا في اتفاق الطائفة الذي يحدد العلاقة مع سوريا سأتابع ذلك الخوف كل الخوف أنه قد يكون هناك في الدولة اللبنانية من يوازي في هذه المسألة وخصوصا أن القوى المعادلة المقاومة في لبنان والتي كانت متحلفة مع إسرائيل والتي لعبت دورا أساسيا في العلاقة مع العدو الإسرائيلي حاليا في القرار السياسي المؤثر على الصعيد الجماهيري على الصعيد المذهبي على الصعيد الأمني على الصعيد الطائفي على الصعيد العسكري هذه القوى حاليا في السلطة بشكل أو بآخر تحاول أن تقول للناس الآن الشمال هو كالجنوب لا أحد يستطيع أن يؤثر على مجرى الأحداث به وهذه المسألة الخطيرة أيضا في المسألة السورية ومن العنوين اللافتة هي الموقف الروسي الذي يحاول دفع مجلس الأمن إلى تبني وثيقة جينيف هل تعتقد أن الروس سوف ينجحون في ذلك أعتقد أن يجب أن نقف هنا فقط عند الموقف التفكير استراتيجي الروسي روسيا بعد تجربة ليبيا لن تخضع مرة ثانية بعد ليبيا دفعت روسيا ثامنا كثيرا من مصالحها ووجودها الحاليا روسيا لن تتراجع وروسيا تثبت يوما بعد يوم بأن استراتيجيتها العسكرية والاقتصادية والأمنية باتت محط اختبار أساسي في سوريا ننتقل إلى الفقرة الثانية في برنامجنا وهي فقرة اقرأ الحدث اخترنا موضوعات من صحيفة النهار خيارات باريس في التعاطي مع الأزمة السورية وفي الأخبار الجزائرية إشاعة وفاة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أما في الشروق المصرية فيناقش فيها الكاتب العربي فهمي هويدي أداء الرئيس المصري الجديد نتابع ما جاء في تفاصيل هذه الموضوعات النهار اللبنانية باريس تدرس مساعدة المناطق المحررة في سوريا تدفع الدبلوماسية الفرنسية بالاتحاد الأوروبي نحو تبني فكرة المناطق المحررة في سوريا والتركيز على الدور الأوروبي في هذه المرحلة لانشغال الأمريكيين بانتخاباتهم الرئاسية وعدم انتظار باريس أي مبادرة قبل انتهاء الانتخابات هذه ولأن طريقة مجلس الأمن غير سالك تسعى باريس إلى دفع عجلة مبادرتها لرحيل النظام السوري عبر الاعتراف بحكومة انتقالية تؤمن للمعارض اعترافا دوليا وانشاء الهيئات المحلية والمجالس العسكرية لتأمين حماية المناطق المحررة ومساعدة المعارضة على حماية نفسها بانشاء وحدات عسكرية توكل إليها مهمة الدفاع الجوي والأرضي لكن يبدو أن تشكيل هذه الوحدات وتسليحها يتطلب وقتا قد يتزامن مع تأليف الحكومة وتوحيد القوى العسكرية السورية المعارضة الخبر الجزائرية إشاعة وفاة الرئيس انتشرت وسط صمت رسمي تام علق الجزائريون على مقبض إشاعة مفادها أن رئيس عبدالعزيز بوتفليقة في حال صحية حرجة أو ربما يكون قد توفي المعلومة بدأت فيسبوكيا لكنها سرعان ما دبت في هواتف مواطنين لم يجدوا مصدرا يؤكد الخبر أويان فيه عدا لجوئهم إلى قاعة تحرير الصحف إلى أن كذبت وزارة الخارجية الخبر لم يعرف في الجزائر أن شاعت أخبار من هذا القبيل فالظرف السياسي كان عاديا ودائما كانت الشائعة في الجزائر ترتبط براهن سياسي يكون فيه الغموض والارتياب سيدا الموقف وضبابية المستقبل وتضارب التكهنات حيال الآتي لكن الواقع في الجزائر لا يتصل فقط بشائعات قاتلة بلا موت كشبح يزور الجزائريين من حين لآخر لكنه يرتبط في أساسه بغياب منظومة اتصال وتواصل وهذا مع هدته الحكومات كلما نصبت واحدة سمع الجزائريون بسياسة اتصال مرتقبة سواء مع الصحفيين أو مع المواطنين مباشرة لكن ذلك لم يحدث ليسلم الناس قربانا لشائعات خطرة وبشائعة أمس يكون الوزير الجديد للاتصال محمد السعيد قد شرع في مهامه الاتصالية بقنبلة معلوماتية شيطانية فهل يتخذها مرجعا لإرساء سياسة اتصال جادة تنفع الناس وتقيهم شر الشائعة الشروق المصرية فهم هويدي مرسي في الكنيسة والشارع تم تحرص من جانب بعض الدوائر على محاصرة الرئيس محمد مرسي لكونه إخوانيا لا يتحرك إلى بتوجيه من مكتب إرشاد الجماعة فبرغم نفيه استمرار اتباطه التنظيمي بالجماعة وحرصه في اختياراته وقراراته على تأكيد ذلك المعنى من خلال محاولة الانفتاح على أطياف الجماعة الوطنية تصر تلك الدوائر الممثلة في السياسة والأبواق الإعلامية على تجاهل ذلك الجهد وإفشاله علما أننا إذا دققنا جيدا في قراراته نلاحظ أن ما يحسب عليه أنه تعامل مع الإخوان على اعتبارهم فصيلا سياسيا له حضوره المعتبر ولم يعمد إلى إقصائهم على النحو الذي كان سائدا طوال العقود التي خلت لذا فالاعتراض قائم في جوهره لدى البعض على الأقل على مبدأ وجود الجماعة وإطفاء الشرعية على تمثيلها في بعض مؤسسات الدولة والذين يمثلون هذا الاتجاه لا يزالون يفكرون بعقلية العقود الخوالي التي اعتبرت الإقصاء والحذر هما الأصل وأن الحضور الوحيدة المسموحة به للجماعة ينبغي أن لا يتجاوز حدود السجون والمعتقلات إذن هذا ما اخترناه لكم من أحداث في صحافة هذا اليوم سيد طارق دعني أبدأ من الشروق المصرية ومقال فهمي الهويدي في توصيفه لأداء الرئيس المصري محمد مرسي الحالي هل تتفق مع فهمي الهويدي فيما قاله أعتقد أن وصول الإخوان إلى الحكم هو جزء من الاستراتيجية الموجودة حاليا في التواجه الأمريكي هذا لا يعني بأن الإخوان هم عملاء للأمريكيين ولكن ما كان مرسي سيأتي إلى الحكم لو لم يكن إخوانيا لأن الذي كان بديلا كان من المؤسسة العسكرية وكان البديل الآخر من المؤسسة الناصرية اليسارية القومية وبالتالي الخيارات الأساسية عند الأمريكيين كانت في إطار الاتجاه نحو وصول مرسي إلى الحكم في سياق التجربة التركية وما يتم من توجهات حاليا حول علاقات جيدة بين الإخوان المسلمين والإدارة الأمريكية وأعتقد أن مرسي حاليا يحاول أن يكون رئيس الجمهورية في إطار أن يفي بالتزاماته للولايات المتحدة الأمريكية وهذا بان في مؤتمر طهران حينما أعلن موقفه الصارم هذا لأنه لو كان إخوانيا يتكلم في طهران لماذا تكلم هكذا الكاتب يقول بأن الرئيس المصري حاول الانفتاح هذه التيارات بقيت تتعامل معه على أنه كما يوصف الكاتب أو بهذا المعنى أنه إخوانيا وبالتالي لا تريد لهذا الرئيس أن يكون رئيسا عاما لمصر تطفي عليه الصبغة الإخوانية هل تعتقد أنه فعلا هناك هذا التعاطي من التيارات الأخرى أم أن خطاب مرسي هو الذي جعل هذه التيارات تتعامل معه بهذه الطريقة مسألة الانفتاح لم أرى أن مرسي فتح إلا على الفنانين والفنانات في مصر حتى الآن لم يرتب لقاءات مع القوى اليسارية والقومية والمعارضة هناك قرارات تصدر حاليا في المؤسسات المصرية استقصائية وكيدية هذا لا يعني بأن مرسي لا يريد الانفتاح على القوى الأخرى لكن باعتقاد أن مرسي يعرف أن الخصم الفعلي له في المستقبل هي القوى القومية والقوى الناصرية وبالتالي هو مربك حاليا ولو لم يكن مربكا لكان منذ اليوم الأول منذ اليوم الأول لوصول ستة الحكم لو وجد ألف طريق للقاء مع القوى المعارضة والتقى معهم لبناء مصر من خلال إقامة على أقل برنامج وطني مؤقت مشترك لكن هذا لم يحدث وهذا ما يؤكد بأن هناك توجهات باطنية عند مرسي هي مشتركة ما بين أن يكون رئيسي الجمهورية له التزامات مع الخارج وأن يكون رئيسا للإخوان المسلمين طيب بالعودة أيضا لما ذكرته صحيفة النهار في فقرة الحدث وتحدثت عن التحرك الفرنسي أو التحركات الدبلوماسية الفرنسية والرؤية الفرنسية للأزمة السورية فكرة المناطق المحررة في الواقع أن الرؤية الفرنسية هي لزقة أمريكية إذا نحكي بالوانطق السياسي فرنسا لا تستطيع لوحدها أن تقدم الحلول لقضايا مستعصية استراتيجية هي قمة الخلافات حاليا بين المعسكرين الأساسيين روسيا والمتحدة الأمريكية وبالتالي فإن فرنسا تحاول منذ تجربة ليبيا أن تلعب الدور إلى على الأقل دور المستقصي أو دور المستشرق من أجل تقديم ذلك في إطار أمريكي غربي عربي وعربي ومشترك لكن لا أعتقد أن فرنسا سوف تنجح في ذلك لأن الوقت ليس لصالح فرنسا الصحيفة تشير سيد طارق إلى أن انشغال الولايات المتحدة حاليا في الانتخابات الأمريكية المقبلة يجعل الفرنسيين يأخذون هذا الدور في سوريا حتى لا يكون هناك فراغ هل تعتقد أن فرنسا تلعب دورا بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أن أمريكا مشغولة وهم يريدون أن يملأوا الفراغ يعني انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات هو كانشغال الشيطان في درس في الإيمان هذه مسألة لا يجب أن نصدقها الولايات المتحدة الأمريكية لو كان لديها فعلا برنامج أو لديها خطة فاعلة لمنطقة الشرق الأوسط أو لسوريا لقدمتها إلا أن أمريكا حاليا أو البيت الأبد يحاول أن يقول أن نحن منشغلون في الانتخابات الأمريكية وعلى الآخرين أن يقدم الحيول والبدائل لا أعتقد أن هذه المسألة لا علاقة بانشغال الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن واشنطن ليس لديها حاليا خطة عمل كاملة تقدمها للعالم فيما يتعلق أيضا بالفرنسا دعت فرنسا إلى حكومة أو قالت أنها تعمل قالت الصحيفة أن فرنسا تعمل على حكومة انتقالية في الخارج المناطق المحرسة ستكون المكان المناسب لهذه الحكومة عندما تتشكل توحيد قوى المعارضة وأيضا يعني دعم مجموعات مسلحة أو الجيش الوطني أو جيش وطني في سوريا التحرك الفرنسي بهذا التجاه أولا هل هم قادرون على توحيد المعارضة لإنشاء حكومة حكومة انتقالية يعني مجرد أن يعقد مؤتمر المعارضة تدب الخلافات فيما بينهم قادرون على تشكيل حكومة مؤقتة في الخارج قادرون على جلب الحكومة هذه إلى المناطق المحررة يعني هذا المشروع كلها لهم قادرون على تنفيذه حاليا وفق الظرف السوري لو كانوا قادرين فعلا على تشكيل حكومة حكومة منفل في الخارج فعالوها فعالوها في اسطنبول فعالوها في أخصر فعالوها في مصر فعالوها في باريس ولكن على ما أعتقد أن هناك صعوبة قوية حاليا لم تتفق بعد على شكل هذه الحكومة وأن كل من تركيا والسعودية ومصر تتنافس على من سيقود المرحلة حسب اعتقادهم بعد سقوط النظام في سوريا هذه كلها ما تزال معطيات لا أحد يستطيع أن يقدم لها الدليل فرنسا حاليا تحاول أن تقدم حلول النظرية ولكن هي تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول المجلس التعاون مع تركيا في دعم هذه المعارضة على الأغل من أجل التواصل لاحقا في توحيد صف هذه المعارضة من أجل تشكيل الحكومة لكن لا يبدو أن هذه المسألة قابلة للتحقيق لأن هذه المعارضة لم تستطيع حتى الآن أن تحرر أو أن تسيطر على مناطق محددة تستطيع من خلالها أن تنطلق تشكيل حكومتها في سوريا من الأحداث أيضا التي عرضناها ما ورد في صحيفة الخبر الجزائرية من إشاعة وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجزائر كما تعرف لم تشهد ثورات مثل جوارها أو مثل باقي الدول العربية تونس ومصر وغيرها هذا الخبر ماذا يؤثر؟ الجزائر هي على منظر التصويب يعني ماذا يحصل في سوريا يقطط أن يحصل في الجزائر جزائر هي العقبة الكأداء في مواجهة الغارب ودول مجلس التعامل الخليجي ومواجهة المخططات الأمريكية حاليا الجزائر هي على حفة هاوية لا يتم تدارك هذا الوضع ضمن الداخل الجزائري لكن هناك ثقة كاملة بالمؤسسات الجزائرية الرسمية يتم العمل حاليا في الجزائر على إضعاف المؤسسة العسكرية على إعادة تكوينات القوى المضطرفة العسكرية خصوصا قاعدة على لعب بين البربر والعرب وبالتالي فإن الجزائر سوف تبقى حاليا كما قلت على منظر التصويب من أجل خلق مناخات تتلائم مع مناخات ما حصل في سوريا قبل الأزمة الحالية طيب تسمح لنا أستاذ طارق إبراهيم أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نكمل الحوار مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نستكمل آخر طبعا بقو معنا تحية من جديد مشاهدين في آخر طبعا والآن إلى فقرة الكاتب التي نعرض ونناقش فيها مقالا لأستاذ عمر الشوبكي في صحيفة المصر اليوم بعنوان سرقة الثورة نتابع ما جاء في هذا المقال ونناقش أفكار الكاتب مع ضيفنا نتابع المصر اليوم عمر الشوبكي سرقة الثورة إن الثورة لم يسرقها الإخوان ولا المجلس العسكري إنما أخذها من امتلك تنظيما قويا وحسابات محددة حكمت كل مواقفه وأصبح تعبير سرقة الثورة سببا لإخفاء الخيبة في بعض الأحيان والفشل في أحيان أخرى المؤكد أننا ندفع جميع ثمن أوهام وأساطير صدقناها مثل أن أعظم ما في الثورة المصرية أنها ليس لها قائد يا سلام هي حال لم تحدث في أي تجربة ثورية أخرى فربح التيار المنظم الذي لديه مشروع واضح وخسر المنقسمون المشدتون لقد وصل إلى السلطة من رتب أوراقه بشكل جيد وربح بالسندوق في انتخابات حرة ومواجهة من وصلوا إلى السلطة لا يكون بالولولة والبكاء لا توجد ثورة ولا تجربة تغيير واحدة تحقق أهدافها بالضربة القاضية صحيح أن إسقاط رأس النظام قد يأتي بالضربة القاضية كما جرى مع مبارك أما باقي أهداف الثورة فيتحقق بالنقاط وإن من سيبني حزبا قويا ومؤسسة ديمقراطية حقيقية وبرنامجا بديلا وملهما ويتوقف عن حديث الثورة سرقت هو الذي سيصنع مستقبل هذا البلد وسيكون قادرا على تغيير أي حكم بالديمقراطية حتى لو كان حكم الإخوة إذن كان هذا رأي الكاتب عمر الشبكي في صحيفة المصري اليوم أستاذ طارق تتفق مع الكاتب من حيث توصيفه لموضوع سرقة الثورة أن لا أحد يسرق الثورة هناك قوى تنظم نفسها وتدخل الانتخابات وهناك قوى مشتتة لا تستطيع أن تأخذ الأصوات وبالتالي يفوز من يكون منظما يعني من حيث ما تم على الطريقة المصرية هو معه حق الأكثر تنظيما في مصر كان الإخوان المسلمين والقوى الأخرى لم تقل منظمة ولكن أنا أخف هنا على كلمة صورة في مصر لم يحدث صورة حدث انتفاضة شعبية بدأت مع مجموعة من الشبان كان لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع عمرو سليمان الذي كان يطمع بعدم توريث ابن حسن مبارك ثم تحولت هذه العلاقة إلى انتفاضة شعبية أنا لا أعتقد أنها ثورة لأن القوى الأساسية في الثورة كان الجيش المصري كان حياديا وحتى أن الإخوان والجماعات الإسلامية كانت بانتظار ما سيحدث عندما سنحت لها الفرصة دخلت إلى واقع الانتفاضة وبالتالي كان من الطبيعي أن تربح هذه المجموعات وخصصا الإخوان الانتخابات لكن لو دققنا أقصر في نتائج الانتخابات وجدنا أنه قليل من الفواصل كان ممكن أن يربح حمدين صباح المعركة لو تم الاتفاق بينه وبين المؤسسة العسكرية وبالتالي فإن ما حصل في مصر لم يكن سرقة للثورة إذا ما أردنا أن نوسع الأفق والسرقة أكثر من مصر وهذا المصطلح مصطلح سرقة الثورة سمعناه في مصر سمعناه في تونس في ليبيا في كل مكان تحصل في ثورة انتفاضة شعبية احتجاجات عندما يطاح بالنظام يقول سرقة الثورة الآن الحديث الأساسي في تونس عن سرقة الثورة الحديث الأساسي أيضا في ليبيا عن سرقة الثورة ماذا يعني سرقة يعني كيف تسرق الثورة هل هناك فعلا سرقة للثورة هل هناك قوة أو شخصيات سرقة الثورة أو تسرق ثورات الشعوب كيف أول شيء هذا التوصيف يعني هو التقليل من فعلا إهانة للشعب المصري أو للشعب التونسي الثورة لم تسرق هنا قوة أجهزت طموح الشباب طموح الذين حاولوا التغيير في عام 1954 عندما انتفض الشعب المصري بقيادة المؤسسة العسكرية حاول الأخوان المسلمين تصويب الثورة من خلال محمد نجيب وعندنا لم يستطيعوا حاولوا قتل عبد الناصر وبالتالي المسألة لها ارتباطات تاريخية في محاولات الأخوان المسلمين للوصول إلى السلطة الأخوان المسلمين لهم هم متحمسون منذ سنوات من أجل إسقاط النظام جمال عبد الناصر وحسن مبارك من أجل وصول إلى السلطة وبالتالي من خلال ما حصل في مصر ربما تعطيهم الحق بأنهم وصلوا من خلال الانتخابات الشعبية وهذه مؤكدة هذا الفوز من خلال الانتخابات الشعبية للإخوان المسلمين هل تعتقد أنه فاز الإخوان المسلمون في مصر بالصدمة أو بالضربة القاضية كما قال الكاتب بمعنى أنه كانوا هم الأكثر تنظيما وكان هناك ردة فعل في الشارع ولذلك انتخبوا الآن مع مرور الوقت دعنا نقول هل تستطيع القوى السياسية الأخرى ترتيب أوراقها والدخول وتغيير الحالة العامة في مصر لأنه قبل يومين كنا نلاحظ أن الناصريين بدأوا بالتحرك حمدين صباحي في عيد الفلاحين زار القرى وزار الفلاحين وأعلن من هناك أنه سيكون بالتحام مع هذه القوى والبسطاء من الناس والفلاحين وهذه الطبقات للتعاون معها هل تعتقد أنه هاي الأخوان فازوا بالصدمة الأولى وأنه عندما يستوعبون القوى الأخرى هذه الصدمة سوف يكون هناك كلام آخر للأسف تحولت الانتفاضة الشعبية في مصر إلى ساحة ملاكمة أو ساحة مواجهة رياضية الحكم الذي كان يشفع لإدارة هذه اللعبة كان إلى صالح الإخوان المسلمين وبالتالي استطاع الإخوان المسلمين الوصول إلى وقد حركة الانتفاضة الشعبية وتحويلها إلى انتفاضة سياسية حزبية من خلال النقاط فوز بالنقاط من خلال هذا الحكم الدولي الأمريكي والعربي والغربي الذي عجل بانتخابات كان ممكن أن يتم تأجيلها مثلا لستة أشهر لسنة وبعد هذه الفترة كان ممكن أن يتحدث عندها عن قوة فاعلة على الأرض لكن للأسف استطاعت هذه القوة الخارجية أن تدفع بالانتخابات بسرعة من أجل إيصال مصر إلى هذه المسألة وكان هذه القوة تدرك بأن القوة المنظمة الأكثر تنظيمة هي الإخوان بعد أن وقفها الجيش على الحياد وبالتالي هناك ولكن برزت مسألة خطيرة في مصر بأن الشباب المصري بأن القوة اليسارية بالقوة القومية الغير منظمة حاليا والتي لم يكن لها قائد موحد أنها قادرة في المستقبل أن تستقطب أكثر وأكثر خصوصا في القراءة مصر والمزارعين والفلاحين الذين اعتمد عليهم عبد الناصر في الخمسينات في ثورته وبالتالي فإن حاليا الإخوان المسلمين أمام تحدي كبير هذا التحدي أعتقد سوف يصل إلى الشارع من خلال الأزمات الاجتماعية والأزمات السياسية ومن خلال الاختبارات القوية بين علاقة مرسي الذي بدأ يطلق عليه الآن مرسي مبارك بدأ بعض الأطراف تكون عليه لكن يقال مرسي مبارك لأنه بدأ الرئيس مرسي بتوطيد أركان حكمه يعني يبدو أن الإخوان يتعاملون أن هم مطولين يعني بمعنى إقالة ضباط الجيش التجرؤ على رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي والتعينات داخل المفاصل الدولة الأساسية وغير ذلك هذا ألا يعني أن الإخوان بدأوا بترتيب أوراقهم وكأننا وصلنا في الثورة المصرية إلى نهاية المطاف الخطر قل الخطر أن الجيش المصري يتفكك حاليا هناك محاولة تفكيك هذا الجيش كما تم في أكثر من دولة عربية تفكيك الجيش في مصر هو السماح بسهولة لسيطرة أخوان المسلمين على العام السلطة تغيير المشير طنطاوي وسامي عنان يعني تفكيك الجيش المصري هناك على ما يبدو خطة أمريكية من أجل تقليص عدد الجيش المصري دوره إبعاده عن المؤسسات الاقتصادية المؤسسات السياسية المؤسسات التعليمية وبالتالي تقليص دور الجيش السياسي هذه المسألة سلاحظوا حدين هناك المئات الألوف من الجيش المصري سوف يجد نفسه وعطل عن العمل وبالتالي سوف يأخذ منحة المعارضة مع الشباب ومع قوة الإسرائيلية والقومية وهناك منحة آخر بأنه مجرد إعاد الجيش عن الصراع السياسي سوف تقل الساحة للإخوان المسلمين لسنوات سوف ربما يحكمون الساحة إذا لم يتم تدارك هذه المسألة من خلال القوى الشابة في مصر طيب تسمح لنا أستاذ طارق أن نتوقف مع فاصل قصير وبعده مباشرة سوف نتحدث عن ما جاء في الصحافة الإسرائيلية مشاهدين الصحافة الإسرائيلية وما جاء فيها حول قطع كندا لعلاقتها مع إيران وأيضا الجدل داخل إسرائيل حول توجيه ضربة عسكرية لإيران كل هذا بعد الفاصل ابقوا معنا تحية من جديد مشاهدين الصحافة الإسرائيلية الصادرة هذا الصباح اهتمت بشكل لافت بالخطوة التي قامت بها الحكومة الكندية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران فبينما شكرت إسرائيل هايوم الحكومة الكندية على هذا الإجراء أشارت صحيفة معارف إلى التأثير الإسرائيلي في قرار أوتاوى ومحاولة الحكومة الإسرائيلية التأثير على الحكومات الأوروبية نتابع ما جاء في الصحف الإسرائيلية حول هذا الموضوع إسرائيل اليوم شكرا كندا تشعر إسرائيل برضا كبير من الخطوة الدراماتيكية للحكومة الكندية التي أعلنت تعليق العلاقات مع إيران لأنها التهديد الأكبر لسلام العالم وتهدد وجود إسرائيل وتستخدم خطابا معاديا للسامية رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو أوضح أن خطوة الحكومة الكندية هي مبادرة يتوقع تبنيها من الولايات المتحدة ودول الغرب في السنوات الثلاثة الأخيرة عزز رئيس الحكومة بشكل جوهري العلاقات مع كندا التي زارها مرتين وذكر أن الأمر يتعلق بدولة صديقة جدا هاء ريتس الولايات المتحدة مهمة أكثر ظهرت في الأيام الأخيرة مؤشرات مشجعة تفيد أن وزير الأمن إيهود باراك لين موقفه من الهجوم الإسرائيلي على إيران في المدى القريب باراك رجل الاقتصال الكبير بين إسرائيل والإدارة الأمريكية والشخص الذي يؤدي دور الراشد المسؤول على المستوى السياسي إذا افترضنا أن خطواته ليست جزءا من مناورة خداع يجدر بنيتنياهو أن يصغي إلى كلام الاستخبارات وتقديراتها إزاء الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الولايات المتحدة ولقوة الرضع الكامنة في علاقات الثقة بين الدولتين فاحتزاز العلاقات مع القوات العظمى في العالم أخطر بكثير من المشروع النووي الإيراني معاريف تأثير كندا في خطوة خارجة عن المألوف أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد أن بلاده أوقفت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران واطردت الدبلوماسيين الإيرانيين من أرضها في موازات قرار حكومة كندا علمت الصحيفة أن مكتب رئيس الحكومة والشعبة الاستراتيجية المسؤولة عن الملف الإيراني تمارسان ضغطا شديدا على دول أخرى ولسيما في أوروبا لقطع علاقتها مع إيران تم تخيار آخر يتمثل في قيم الدول الأوروبية بتقليص كبير في البعثات الدبلوماسية للسفارات الإيرانية ومستوى تمثيلها رئيس الحكومة طرح هذا الموضوع خلال لقاءته مع وزيري خارجية النرويج وإيطاليا عندما التقاهما الأسبوع الماضي وهو يعتزم طلب ذلك أيضا من وزير الخارجية الألماني الذي سيلتقيه اليوم في القدس يدركون الأهمية التي تليها طهران لمكانتها الدولية والخشية من فقدانها وبما أن أوروبا تمنح شرعية دولية في نزاعات كثيرة يحاولون في القدس المسى بطهران بوسطة أوروبا ويعتقدون أن الأمر سيزيد العزلة السياسية لإيران هذا ما جاء في الصحف الإسرائيلية ثلاث من اهتمام لافت بالموضوع الإيراني والقرار الكندي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران لاتخاذت الحكومة الكندية يوم أمس وأيضا اهتمت الصحافة الإسرائيلية اليوم كما الشهر الماضي كله بموضوع الجدل في إسرائيل حول الضربة العسكرية المحتملة لإيران أستاذ طارق إسرائيل هايوم تشكر كندا الحكومة الكندية على اتخاذ هذا الموقف ضد إيران الآن التساؤل أنه لماذا كندا الآن في هذا الوقت مع أنه بيان الخارجية الكندية لا يشير إلى أي حادثة بعينها جرت هذه الأيام أو استند عليها القرار يعني يمكن وصف الموقف الكندي بأنه قصف دبلوماسي أمريكي بعيد المدى على إيران وبالعسكرية هو قصف دخاني وبالتالي فإن الموقف الكندي لن يؤثر بالأساس على الموقف الإيراني لكن يجب التوقف قد يكون جزء من العزلة السياسية الذي يحاول يتحدث عنها حاليا الأمريكيون والأسفاليون خصوصا بعد نجاح إيران في مؤتمر عدم الانحياز يعني إيران قلت لهم بأنه ليه علاقة مع 120 دولة في العالم مع دول قبرى مثل روسيا والصين وبرازيل وجنوب أفريقا والإن ثم يأتي الأمريكيون ويقولون كندا هي دولة أساس كبرى كندا مساحتها بحدود 10 مليون كيلو متر مربع وبالتالي تعتبر من دول كبرى في العالم تأتي وتقطع العلاقات مع إيران هذه المسألة لها علاقة على ما أعتقد بهندسة أمريكية دبلوماسية ليس لإسرائيل لها أي علاقة بها لأن كندا موقع لكندا استراتيجي والاقتصادي والعسكي والأمني ضمن دائرة استراتيجية الأمريكية إلا أنه يجب أن نتذكر بأن هناك علاقات استخباراتية قوية بين كندا وإسرائيل ويجب أن نتذكر أخرى من الذين حاولوا قتل خالد مشعل في عمان مليون سنوات كانوا يحملون الإجنسيات الكندية وبالتالي هناك ارتباط فعلي بين المخابرات الكندية ومخابرات إسرائيلية وأن هناك عمل إسرائيل جدي مع كندا لكن الذي يؤثر على القرار الكندي هو الأمريكي نعم صحيفة ملة ماه الإيرانية ردت على هذه الخطوة من قبل الحكومة الكندية بقطع علاقات مع إيران وكتب حسن هاني زادة في صحيفة ملة ماه أن هذا مثلث صهيوني أمريكي بريطاني يسعى لعزل إيران بعد نجاح الدبلوماسي الباهر لإيران في قمة عدم الحياز لكن الكاتب أستاذ طارق يقول لعلنا سنشهد إجراءات مماثلة خاصة وأننا على أبواب الانتخابات الأمريكية هل تعتقد ذلك فعلا؟ طبعا هناك هجمة دبلوماسية دولية كما قلت لتطويق إيران لأنه ليس هناك قدرة على الهجوم على إيران وهذه المسألة لو تابعنا حاليا منذ أسبوعين ما حصل في إسرائيل عندما ارتفعت نبرة مهاجمة إيران ثم تراجعت لأن حسب ما يقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت ليس فقط لأن هناك ضغوط أمريكية لأن ليس هناك قدرة عالمية أمريكية وإسرائيلية أوروبية لمهاجمة إيران سوف يلجأون حاليا للهجوم الدبلوماسية الهجومية من خلال مساعي إسرائيل والمتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لقتل علاقات مع إيران أعتقد أن هناك دول ربما في شمال أوروبا مثل نري وجه السويد دانيمارك ربما تخدم على هذه الخطوات وهذه الخطوات تأتي من دول بعيدة عن العلاقات الاقتصادية مع إيران عن العلاقات الجغرافية مع إيران عن الفعالية الميدانية مع إيران على غرار أوروبا الغربية في ذات الموضوع سيد طارق تحدثت أيضا صحيفة معارف الإسرائيلية ولكن تحدثت بصيغة الجهد الإسرائيلي المنصب في هذا الموضوع وتقول الصحيفة أن إسرائيل تحركت دبلوماسيا من أجل أن تقوم بعض الحكومات الأوروبية بحذو كندا في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران هل تعتقد أن التحرك الإسرائيلي سوف ينجح في أوروبا؟ لا أعتقد كما قلت أن إسرائيل هي التي تؤثر على هذه الدول الذي يؤثر على الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية هناك طرف خيط يتم الحديث عنه أن هناك دعم عربي للجهد الإسرائيلي أن هناك دبلوماسية عربية خفية بدأت تعمل بالخفاء مع هذه الدول وأن كل من هذه الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تحاول من خلال الحركية الدبلوماسية الإسرائيلية القول بأن هذه الضغوط الإسرائيلية هي في الواقع مواقف أمريكية أوروبية إلى حد ما عربية صحيفة هارتس استكملت الجدل الذي كان دائر في الصحافة الإسرائيلية طوال الشهر الماضي ربما حول احتمالات ضربة عسكرية على إيران كان يتحدث الصحافة الإسرائيلية عن إمكانية أن تكون الضربة منفردة إسرائيليا الآن صحيفة هارتس تنقل أو تتحدث كلاما مختلفا هل تعتقد أن الإسرائيليون بدأوا يأخذوا أو أخذوا الاعتراض الأمريكي على محمل الجد وبالتالي هذا ما يفسر أن الموقف الإسرائيلي لان من هذه القضية لم يكن هناك موقفا إسرائيليا جدا مهاجمة إيران كون هناك ضغط إسرائيلي على الواقع الأمريكية حصلت إسرائيل بناء على هذه المواقف على مجموعة من التعهدات العسكرية والمالية التي سوف تفاجئ العالم من خلال ما سيقدم لإسرائيل من أسلحة ومتطورا من صواريخ مضاد للطائرات صواريخ مضاد للصواريخ من أسلحة بحرية من طائرات مقاتل F-35 وبالتالي فإن إسرائيل أخذت ثمن ذلك كعادتها عند كل انتخابات أمريكية ترفع إسرائيل من فاتورتها فتحصل على هذه الفاتورة أسلحة وأموال أمريكية إذن هي عملية ابتزاز للولايات المتحدة الأمريكية الحصول على مساعدات عسكرية ومالية لكن هذه المرة تأتي في ساحة أوسع لها يعني ساحة عربية إسلامية دولية أوسع لها في العداء ضد إيران وضد المقاومة وضد سوريا فأعلت من سقف مطالبها العربية والإسلامية والأمريكية قبل كم يوم سيد طارق كانت الصحافة الإسرائيلية تتحدث كلاما مختلفا ناقلة عن دبلوماسيين أو سياسيين تحديدا عن وزير الخارجية الإسرائيلية في جدور لبرمن بأننا نستطيع توجيه ضربة عسكرية لإيران ليس لوحدنا إنما إذا اتخذنا القرار فالولايات المتحدة الأمريكية ستكون مجبرة في حمايتنا أو مساعدتنا بسبب أصدقاء كثر لنا في الكونغرس الأمريكي وفي اللوبيا اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما تشترك إسرائيل في الحرب لن تكون مخيرة أن تقف مع إسرائيل أم لا هي ستقف بشكل أوتوماتيك أنا لا أعتقد بأن الإسرائيليين هم من يجروا الأمريكيين على حرب يعني في الحرب 2006 في لبنان كنا نجد أن الإسرائيلي يعمل عند الأمريكي يعني كان عسكريا عند الأمريكي أمريكا طلبت من إسرائيل تطوير مدة الحرب وبالتالي بعد عام 2006 أعتقد انتهت مقولة التي تعتمد على أن أسرائيل هي التي تتورد الولايات المتحدة الأمريكية في حرب هذه المسألة انتهت لم تعد بمقدور إسرائيل هذه الدولة التي كانت تهدد يوما ما موسكو لم يعد بمقدورها حاليا أن تجر الولايات المتحدة الأمريكية ولا العالم على حرب قد تكون مؤثرة في الحرب لكن الذي يقرر هذا الحرب في هذه المنطقة حاليا الولايات المتحدة الأمريكية وهناك صعوبة كبيرة كونه هناك موقف روسي قوي من هذه المسألة طيب القضية أو المسألة الإيرانية ستبقى هكذا يعني لا تستطيع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ قرار شن الحرب على إيران بسبب تدعيات كثيرة ستكون على المنطقة والإيرانيين يعني قبل كم يوم سيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قال من الميادين بأن إيران سوف ترد على القواعد الأمريكية في الخليج أو من أين تنطلق الصواريخ نحو إيران سترد على هذه القواعد حتى لو لم تشترك الولايات المتحدة الأمريكية في حرب ضد حزب الله إذن ما الحل إذا كانت سياسة الضغط لم تجدي العقوبات الأمريكية على إيران لا تجدي والمطالبة أو اتخاذ قرار الحرب أيضا بالتالي المسألة إيرانية ستبقى هكذا المعلقة الواقع أن الدولة الوحيدة المستعدة للحرب هي إيران في هذه المنطقة الواقع يعني هذا ما يشنه الواقع أمريكا تستطيع أن تشن الحروب ولكنها في هذه المرحلة لا تحاول لم لم تديرها في عراق وفي أفغانستان وبالتالي لم يسجل التاريخ يوما ما أن أمبراطورية مهزومة تحاول أن تشن حرب استراتيجية جديدة وهي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية بالنسبة لأسرائيل الأسرائيل تدرك سلفا بأن أمريكا حاليا لن تقود حربا وأن إيران قادرة بالفعل على تأثير على مجريات هذه الحرب ليس فقط في منطقة الخليج بل في أكثر من منطقة يعني حاليا إيران هي السهم القادر على اختراق أي جسم مانع قوي في المنطقة الآخرون لا يمتلكون أسهم يمتلكون مواقف يمتلكون خطوط استراتيجيات الوحيد القادر حاليا على كبز زر الصاروخ أو الطائرة انطلاقا للحرب هي إيران في المنطقة وغير ذلك لا أحد يجرؤ على الآن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية سيزيد هذا الجدل داخل إسرائيل حول الضربة العسكرية لإيران أم أنه سيتلاشى أعتقد أن المسألة ستأخذ منح الهجوم الدبلوماسي على إيران لأنه لم يعد مسموح أن إسرائيل وكلما اقتربت الوقت الانتخابات على الأسرائيل أن يسكتوا وأعتقد بدأ الأسرائيل يتراجعون وهم حاليا في مساعي السكوت وليس الهجوم على الإدارة الأمريكية كي يتوح لها أن تنهي هذه المسألة أي انتخابات الداخلية اسمح لنا أستاذ طارق إبراهيم أن ننتقل الآن إلى فقرة الكاريكاتور واخترنا مجموعة من الرسوم نشاهدها معا ونعلق عليها أستاذ طارق وهذا كاريكاتور من صحيفة الدستور الأردنية كما نلاحظ يمثل الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وموضوع القدس عاصمة لإسرائيل شو رأيك سرطان؟ يعني أعتقد أنه ينطبق عليها بلاك أند وايت بين رومني وباراك هم مجهان لعملة واحدة إن كانت القدس عاصمة أو إسرائيل هي عاصمة إسرائيل وبالتالي فإن الحزبين مدفوعان بالأساس على حصول على الناخب الإسرائيلي وبالتالي القدس لا يمكن أن تكون يوماً مع عاصمة الأساس هم الديمقراطيون حذفوها من البرنامج الانتخابي ثم أعادوها بتدخل من فاراك أوباما شخصياً بسبب انتقادات جمهورية على حذف هذه وهذه المسألة أحدثت شرخ بين الديمقراطيين هذه أيضاً هذا الكاريكاتور من صحيفة الأنباء صحيفة الأنباء الشرق الأوسط مثل عاصفة أو موجة وسفينة السلام تمر لا يزال الحديث عن السلام قائماً فقط عند العربان لا أحد يتحدث في السلام إلا العرب تحديداً العرب الخليجيين الذين يأملون أن يكون هذا السلام جزء من مشروع بقائهم على السلطة في المنطقة يعني هذا الرسم أستاذ طارق يصلح لقبل عشر سنوات مبهم جداً هذا المسألة السلام زورك صغير تتصراعه الأمواج وشغل أوسط كغيمة شتاء وبالتالي هذه المسألة لا تتطبق حالياً على الواقع العربي لا أحد يتحدث عن السلام لا أحد يتحدث إلا العرب نعم نتابع صحيفة جوان الإيراني كما نلاحظك هنا الخليج ومن تحت عباة الرسم الخليجي يطل مسلحون أجانب في إشارة إلى ما يجري في سوريا ربما المسألة ليست فقط في سوريا نحن أعتقد أن الجماعات المسلحة كانت أيضاً في ليبيا حالياً في مالي في الجزائر في تونس في المغرب في سوريا وحتى في فلسطين نرى أن هذه الجماعات بدأت تطول من خلال العباءات العربية شكراً جزيلاً لك أستاذ طارق إبراهيم الكاتب والمحرد السياسي أشكرك جزيلاً شكر على حضورك معنا مشاهدين الكرام حلقة آخر طبعاً لهذا اليوم انتهت لكم احترامي كمال خلف السلام عليكم